بسم الله الرحمن الرحيم الوحدة الرابعة الأساس النفسي لبناء المنهج المدرسي نتناول في هذه الوحدة بمشيئة الله تعالى الموضوعات التالية أولاً مفهوم الأساس النفسي ثانياً خصائص النمو وعلاقتها بالمنهج المدرسي ثالثاً مراحل النمو المعرفي وعلاقتها بالمنهج المدرسي وأخيراً مبادئ التعلم وعلاقتها بالمنهج المدرسي أولاً ما مفهوم الأساس النفسي الأساس النفسي للمنهج المدرسي يقصد به مجموعة المقومات أو المبادئ النفسية التي توصلت إليها نتائج الدراسات السيكولوجية حول طبيعة المتعلمين وخصائص نمو هؤلاء المتعلمين واحتياجاتهم وقدراتهم وميولهم والتي يجب على مخطط المناهج الدراسية مراعاة هذه الخصائص وذلك عند بناء أي منهج جديد أو عند تعديله أو تطويره فتخطيط أو تصميم أي منهج دراسي جديد لأحد الصفوف الدراسية أو لأية مرحلة تعليمية كانت يتطلب دراسة حاجات هؤلاء الطلاب وتحديد ميولهم وخبراتهم السابقة فذلك يفيد في تحديد الأهداف المناسبة واختيار المحتوى والخبرات التعليمية وكذلك الطرق والأساليب والأنشطة والوسائل وأساليب التقويم ترجمة نانسي قنقر